نحن النهاردة كلمنا ونحن غرقنين في أنوار القرآن الكريم عشان ننجو وقرآن الكريم بحار النور اللي فيه كلما غرقت فيها تنجو وكلما تفوت فيها تغرق ولذلك لازم نغرق في أنوار القرآن الكريم ودي مش هتكون آخر مرة نقرأ فيها القرآن الكريم بهذه الطريقة عشان نظل لننهل من نور النهاردة كنا مع قوله تعالى ومن كان ميتا فأحييناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس هذه الآية وصلتنا إلى أن اللبنة مهمة جدا من لبنات الأسرة هي مسألة النضوك أن مش بس أن أنت تعرف أن أنت زوج ولا زوجة وعندكم مسؤوليات لكن أن أنت إزاي تقدر تكون سر من أسرار الاستقرار والبسط والهدوء والمحبة والمواد ده في البيت وعشان كده كانت لبنة النضوك جاية معنا في الجزء الثامن بعد لبنة الحب وبعد لبنة كمان الكلام عن القيمة فالنضوك عشان تقدر تكون ناضج لازم تخليك مخصص وقت الأولادك ومركز فيه النضوك يعني لازم مش هيتبقى من ناضج إلا لو أنت مركز في الدور اللي أنت بتقوم فيه وعشان كده لازم كل يوم تنوى أن أنت هتقوم بالدور ده هتقوم بالدور يبقى أول حاجة قولنا أول إجراء لازم تنوى أن أنت تكون متيقص فأتنوى أن أنت ما تهملش أولادك وأسرتك ولا أولادك يهملوا أنهم يهملوا أبوهم ولا أمهم يبقى هنا ده أول حاجة أن نحن ننوي أن نهملش أهلنا مع أذكار الصباح والمساء في الصبح وفي الليل تالي تاني حاجة الناضج لازم يتفقد لازم يمر على المكان اللي ربنا سبحانه وتعالى وكله أنه هو يكون راعي فيه فلازم يتفقد أهل ومشي رائبهم يتفقدهم عشان حد محتاج حاجة حد موجوه حد بيبكي يبقى هو حاضر معاه لازم طول الوقت الشخص الناضج يعبر يعبر وأهم حاجة فاكريني لابين الثانية كانت أن في الأسرة هي الحب لازم نعبر عن حب إلى الأولادنا ولازم أولادنا كمان يعبروا عن حبهم ليهم لازم أولادي كمان كإجراء مهم جدا من أجراء الناضجين لازم أولادي وأنا لازم يسمعوا مني أن البيت ده نعمة والأسرتنا ده نعمة لازم الأولادي يسمعوا مني ده ولو ما سمعوش ده هم مش يقدروا يكون عندهم انتماء حقيقي ومش يقدروا ينضجوا تخيل واحد بيحس أنه عايش في نعمة أكيد هو بينضج وأكيد هو بيحس أنهم محاط براحة واستقرار تلق خمس حاجة فكر كل يوم إزاي تخرج أحسن ما في أولادك من هوياتهم من مهاراتهم وما تنساش أن أنت مع ده كله أنت محتاج الدعاء محتاج أن تدعي أن ربنا يثبتك لأن أكتر حاجة بيظهر فيها النضوج هو السبات والرسوخ يا رب جعلنا من السابتين والرسخين عشان نكون دائما مع محبتك ومودتك يا رب العالمين